انا عجب يعني اول ما شفت اليهاردة السيد الرئيس اتماع مع المجموعة المختصة افتكرت احواري مع الفريق كامل احوارات مباشرة واعلنناها وعالات غير مباشرة بتكلم على المواني وعلى الاسطول وغير والحقيقة راجل مقتنع بكل هذه الافكار وبيشتغل هنا وبيشتغل في السنة بقى المجتمع لازم يعرف وبعدين بقول القطاع الخاص تاني انا هكون سعيد جدا واعتقد الحيوية هتدب في القطاع لو اشركنا القطاع الخاص وانا بقول الفريق كامل في عندنا رجال في النقل بحري في اسكندرية وفي المناطق الساحلية ناس دهب ناس فاخرة الحقيقة وخبرات يلا نكون شركات يكون في شركات موجودة نكبرها ندعمها نزيل العقبات نحاول نجيب الناس اللي عندها تشتغل عايز اعمل شركات تدير محطات برا مصر وجوه مصر ناس تدير مواني برا مصر وجوه مصر ناس تعمل تموين سفن ناس تبني سفن ناس تعمل ادارة لوجستيات يا جماعة احنا دولة بحرية في المقام الاول المفروض دولة لوجستية في المقام الاول المفروض اكسب من الهوى احنا يا جماعة يعني بقول تاني دبي دبي ربنا يزيدهم ويعني يبارك لهم عندهم مطار ومينة عندهم ايه مطار ومينة واستثمروا في المطار وفي المينة حتى اصبحت دبي دبي دي افكار يا جماعة دي افكار لا زرع ولا هو في الاخر ادار بفكر جديد منظومة لوجستية عمل منطقة حرة حريت العمل والتنقل والشغل وغيره عمل اه اه مينة عمل كزا عمل تموين سفن عمل مطار عمل خدمات عمل برصات اشتغل اتحركت بقت دبي دبي انا مش عايز اقول اقل ولا اكبر ولا اشتر ولا كله يعني السماء تتحمل كل النجوم بالمناسبة يعني السماء واسعة تساعي كل النجوم ما عنديش مشكلة احنا عايزين بس ننطلق ونتحرك في حتة اعتقد مش منسية لكن منسية مجتمعيا والناس المفكرين والخبرة كلموا على قدرة المواني كلموا يلا نشجع الناس يلا نستضيف الناس ونطلعهم تاني الخبرة يطلعوا بافكار ولازلوا يقعد مع الناس ونشوف عشان يبقى عندي قطاع واعد اسم المواني ده ممكن يصرف على القطاع كله قطاع النقل كله من اصعب القطاعات يعني انا سعيد بالاهتمام وبالاجتماع وان شاء الله بازن الله يعني نشوف خير خلال الفترة القادمة